اشتركوا في القناة اعطينا نصائح تبية بالنسبة للمرأة الحاملة في رمضان بالنسبة للمرأة الحاملة في فترة الحاملة بعض النساء يعبروا عليك تقول لك أنا حاملة وجدتني الحيد جوني لغاقل وأنا حاملة لا يمكن أن تكون المرأة حاملة ويأتي لغاقل لأن ما كانت الحيد؟ عدم وجود الحمل بمجرد كلمة حيد لا يوجد حمل لأن ما يوقع حمل لا يوجد حيد كتوقف الحيد في مدى الحمل كلها فأي سيلان دم أثناء الحمل لا يعد حيد لا يعد حيد فهو دم مرض عنده أسباب عنده أسباب عنده علاج ومن ناحية الدينية المرأة تتضع وتصلي وتصوم عادية كلم أن لم يكن سيلان دم المرأة لقات مرأة حاملة في الأشهر يعني اللولى أو مثلا في وصل الحمل لقات سيلان دم ضروري ترجع دير استشارة تبية لا تقولش بأن الأمر عادي هو مش أمر عادي لأن الأمر عادي وما كنش سيلان دم في الحمل كله فأني كيكون سيلان دم كيكون عنده واحد سبب إما السبب بسيط أو سبب كيقدر يكون بعض الحالات قبيب لك يحسن قولوا مثلا في الحمل دي السادس والسابع كيقدر يكون المشيمة على عنق الرحيم ولكن المشيمة على عنق الرحيم مع تشنجات الرحيم لا جاء شوية لوجع معها شوية دم جهود كيقدر يقع سيلان دير الدم وهذا سيلان دير الدم كيقدر يكون بواحد الفركتيرات نازيف حاد لديك نتطرف بعض الحالات إنه نقوم بعملية قيصارية مستعجلة لكي نعتقل المرأة لأنه ولكن النازيف لا يقف ش حيث المشيمة على عنق الرحيم فهذه حالات خاصة فأي سيلان دم أثناء الحمل يخص مرات تستعشر طبيب ديالها كانت المسألة في الشهور الأولانية أو في الشهور الموالية فأي سيلان دم راح ماشي عادي كيستلزم استشارات الطبيب أو الطبيب المتابعة للحمل وبنسبة السيدات الحوامل اللي كيكون عندهم في الوحامل سيكون لديك تقيؤ مثلا؟ التقيؤ هو كثير 3 شهور الأولى دي الحمل بكين بعض النساء اللي كيجيهم تقيؤ حتى بعد الشهور الأولى ولكن ناديراً أغلبية كيجيهم تقيؤ في البداية الحمل في البداية الحمل فبالنسبة للشهر رمضان الفاضيل للمرأة إلى جهة تقيؤ وتقيؤ لا يخسر لها الصيام الحالة الوحيدة في الدين لدينا تخسر الصيام بالنسبة للتقيؤ هو إلي تعمد لوحد تقيؤ إلي جهة تقيؤ تلقائياً يعني الصيام دي الحمل وخيب لا شو يام ذاك التقيؤ ديالو رمكة تفطروش يفطروا غير لهو اللي جهل ذاك تعمد يتقياء يعني ذاك سبعو في حلقه وتعمد ذاك التقياء هذي تخسر له نهار ديالو يخسر يعودوا ما بنسبة للتقيؤ إلي جهة تلقائياً الصيام عهدايز ما كنته شي مشكلة من هذه النحية هذه ترجمة نانسي قنقر